أهلاً بكم من جديد على قناة English Language Learning with Kamal فيديو اليوم سأتنول فيه درس آخر عن الأسماء عنوانه Compound Nouns الأسماء المركبة والسؤال المطروح ما هو الإسم المركب؟ A compound noun is a noun that is made up of two or more than two words الإسم المركب هو إسم يتكون من كلمتين أو أكثر من كلمتين The meaning of the compound noun is different from the meaning of the words when taken separately يختلف معنى الإسم المركب عن معنى الكلمات عندما تأخذ كل كلمة على حدة A compound noun أو الإسم المركب كما جاء في التعريف هو إسم يتكون من مكوينين أو أكثر أي كلمتين أو أكثر وتشكل هذه الكلمات معنى معنى واحد لكن عندما نأخذ كل كلمة بشكل فردي فلكل واحد معنىها الخاص أما إذا كانت إسم مركب فتجتمع معا لتشكيل معنى واحد لنأخذ المثال التالي Homework فكلمة homework هي compound noun أو إسم مركب وتعني واجب مدرسي هذه الكلمة مكونة من كلمتين كل الكلمتين لهما معنى خاص حيث أن كلمة home تعني منزل أما كلمة work فتعني عمل أو مهنة لكن إذا قمنا بجمعهما معا فسيشكلني كلمة واحدة ذات معنى واحد فيصبح من عناها واجب مدرسي بالطبع هناك العديد من الأمثلة في هذا الفيديو There are three forms of compound nouns توجد ثلاثة أشكال للأسماء المركبة عندما صادفة إسم مركب ستجدونه على واحدة من هذه الأشكال الثلاثة قد يكون على شكل Two words joined together كلمتان موصولتان مثال Football كرة القدم Keyboard لوحة المفاتيح Blackboard سبورة بيضاء Breakfast إفطار Sunrise شروق الشمس أو قد يكون الإسم المركب على شكل Words joined by hyphen كلمات موصولة بشرطة وقد تكون كلمتين أو ثلاثة كلمات مثال Mother-in-law Hamet Check-in تسجيل الوصول مثلا في المطار أو في فندق Passerby عابر سبيل وآخيرا قد يكون الإسم المركب على شكل Two separate words كلمتان منفصلتان أمتلة Swimming pool حمام سباحة أو بركة سباحة Air conditioner مكيف هواء Washing machine غسالة Bath stop موقف حافلات أريد أن أضف أيضا أنه ليس هناك قاعدة خاصة للتمييز بين هذه الأشكال وفيما يلي أبرز الأسماء المركبة في اللغة الإجليزية مع الصور Address book Address book دفتر عنوين Air conditioner Air conditioner مكيف هواء Alarm clock Alarm clock Alarm clock منبه Baby sitter Baby sitter جليسة أطفال أم ربية أطفال Bass stop Bass stop موقف حافلات Credit card Credit card بطاقة اعتمال Dining room Dining room غرفة الطعام Driving license Driver's license Driving license Driver's license رخصة قيادة Earthquake Earthquake زلزال Eyeball Eyeball مقلات العين Father-in-law Father-in-law أب الزوج أو الزوجة Film star Film star نجم سينمائي Heart attack Heart attack Heart attack نوبة قلبية High school High school مدرسة ثانوية Keyboard Keyboard لوحة مفاتيح Musical instrument آلة موسيقية Micro-instrument آلة موسيقية للموسيقية Swimming pool للموسيقية بركة السباحة للموسيقية للموسيقية Pedestrian crossing Zebra crossing Crosswalk Pedestrian crossing ممر مشت Air conditioner مكيف هواء Blood pressure ضغط الدم Cotton wool قطن طبي Fast food أطعم سريع White board سبورة بيضاء Mineral water ماء مادني Pocket money مصروف الجيب Skyscraper Skyscraper ناطحة سحب Table tennis Table tennis Tennis الطاولة Washing powder Washing powder مسحوق غسيل Civil rights Civil rights حقوق مدنية French fries French fries بطاطس مقلية High heels High heels High heels هداء بكعب عالي Mother tongue Mother tongue Mother tongue اللغة الأم Neck tie Neck tie ربطة عنق Sky diving Sky diving رياضة القفز بالمظلة Solar system Solar system النظام الشمسي وبهذا نأتي إلى نهاية الفيديو أرجو أن تكونوا قد استمتعتم يمكنكم مشاركة هذا الدرس مع أصدقائكم إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك أو كتاب التعليق كما لا تنسوا أن تدعمونا بسبسكرايب مع تفعيل الجرس ليتلكم كل جديد أشكركم على المشاهدة محمد الراتب روضة روضة ريضة روسة ربطة رسى